تحديث البيانات طبعا دائما ما احنا نقوم بتحديث البيانات ضمن الجدول على ID معين أي بمعنى أنه أنا أحدث بيانات صف واحد فقط أو يمكن أنه أحدث بيانات كل الجدول فهي بهذه الحالة راح تكون عندك بحالتين إما أنه أنت تعمل update للTable وبالتالي راح تعمل set للأعمدة فمجرد أنه أقل له update يعني تحديث للجدول المعني ثم مع ذلك راح أقل له sets يعني أجعل كل من العمود الأول هو يساوي للValue الأولى وهكذا تستمر عندك هذه العملية طبعا هذه بالنسبة إلى ID معين أنه أنا أبدأ أحدث إلى ID معين يعني مع ذلك أحدث إلى record معين أو إلى شرط معين يمكن أنه هذا الwhere يضمن لك فتشرط معين إما الحال الثاني أنه هذا قلت له أوكي update table name لكن اجعل لي إياها كلها مثل ما تلاحظها بدون لا أبدأ أذكر له إيش أبدأ أذكر له شرط معين فبالتالي راح يقوم بتحديث كل الValue اللي موجودة عندك ضمن الجدول يعني صفوف الجدول راح يحدثها ضمن هذه الValue بعدها راح يصير عندك Value مكررة أوكي فلازم ننتبه إلى أمرين الأمر الأول أنه إحنا دائما في عملية التحديث نضع شرط أنه نحدث سنضمن الشرط معين وإذا ما وضعنا الشرط فرح يحدث تحديث له كل البيانات ضد جدول بناء على الValue اللي راح يتجينا أوكي فمثلا أحاقل له أوكي يعدي Update لإسم الجدول Customers ونجرد راح أقل له Sets Contract Name راح يساوي لهذا ثم مع ذلك City راح يساوي لهذا أوكي طبعا هذا ضمن الشرط أنه WhereCustomerID equal to 1 أي معنى ذلك راح يبدأ يحدث على هذا العمود أوكي راح يبدأ يحدث للإسم وحدث للعمود الثاني وعندما ID يساوي عندك واحد إذا قمت بعملية إذا قمنا بعملية مثل ما قلنا عملية التحديث بدون أنه نذكر شرط فرح يبدأ يحدث كافة البيانات اللي موجودة عندك